عندما كنا في ندرس على الماجستير في العمارة في الامايتي وهارفرد تشرفنا حقيقة بهذه كل فترة بالاستفادة والتعاون مع الدكتور رفعد تادرشي في إن كانت محاضرات من قبلها أو حقيقة التعامل مع أحد أكبر القضايا المعمارية جدلية وكذلك تحدي وهي كيف تجذب العمارة لترديشنال إسلاميك أركيتكتر أو الترديشنال أركيتكتر مع الحداثة وعندما كنا في الأغاخان بروغرام وهو هذا برنامج طبعا عريق ومعروف عالميا يستخدم الجامعة هارفرد ويلامايتي كأساس لتبني سكولرشيبس لدراسة هذا النوع من العمارة أعتقد كان الليجاسي مع الأستاذ رفعت أنه جلب الحداثة في الترديشنال أركيتكتر كان أحد أهم السمات حقيقة في هذه الدراسة ولكن كان التحدي كبير جدا لأنه نظرة الغرب للعمارة العربية الإسلامية هي نظرة يعني فقط للحفاظ على المكون القديم وليس أخذ للإبداع فيه وأخذ إلى مجالات أخرى لا شك أن أستاذ رفعت جادرشي هو أحد قيادي أخذ هذه الترديشنال أركيتكتر والعوارة الإسلامية ومحاولة تطويرها ودفعها إلى الأمام لتكون حقيقة مع مثيلاتها في نمط العمارة إن كان الغربية أو الحديثة لا شك أنه راح يكون من الممتع أن نسمع للدكتور وأنا أتمنى عليكم طبعا ليس فقط الاستماع لمحاضرته ولكن شراء كتبة وهو حقيقة فيلسوف في التعليم لأنه لما كان هو في هارفرد هو كان عندو تشير في الويتهيد انستيتيوت وهي مؤسسة أحد أرقى المؤسسات في العالم في التعليم ونتمنى أنه الكل يسعد بهذه المحاضرة وأحنا أنا مطلوب من عندي أني بس أشكر ثلاث شركات قامت بالكنتروبيوشن للسبونسورشب لهذا الاجتماع اللي هو شركة مجموعة الشرقية ومجموعة البركة ومجموعة الناجي فشكرا جزيلا تفضل أستاذ رفعان شكرا